يعني الإنساء الشيطان لا سلطان له بداية على الإنسان لكن إن سلم الإنسان قيوده للشيطان فقد ملكه نفسه إذا سلمه قيوده صار له سلطان عليه لكن إذا ملك الإنسان نفسه لا يستطيع الشيطان أن يتسلطن عليه إنما سلطانه على الذين يتولون والذين يمشركون أما أهل الإيمان الحق فإن الشيطان لا سلطان له أعلم منهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول له والذي نفسي بيده يا عمر ما رآك الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا آخر شاف ناشف دربا الشيطان شاف عمر الخطاب قال لا للخجر إمين دورنا درب ثاني بيغشم دخا حضير دخا جفرا دخا المهم ما يشوف عمر لا في رواية أخرى لفظ آخر والذي نفسي بيده يا عمر ما رآك الشيطان منذ أن أسلمت إن لم كفى أعلى وجهك أول ما يشوفه طاح على وجه الشيطان يشوف عمر رضي الله عنه ما أدبنا ما أسكننا من رضار بنا ضرب هذا عمر الخطاب وأبو هريرة فعل الأفاعيل في الشيطان أبو هريرة ذكرت لكم أنه مسك وضرب وعلى صدره وكذلك عمر الخطاب ضربه ضربه مبرع والنبي صلى الله عليه وسلم خنق خنق الشيطان يقول وكدت أن أربطه على السار يتشوفوه الصبح لولا أني تذكرت دعوة أخي سليمان رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعده إنك أنت الوهاب هذه الكلبة هل ترى يترجاها سوى بعد خلي العبارة لأدب الله لأنه ما يجب ذا الحديث مكان إلا وجاب ذا العبارة لو خنقوا وخلصنا فكنا من شرها لو قدر الله قال قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين فالله عطاها مكر بالعباد عشان الجنة ما يدخلها إلا واحد طاهر قوي يستطيع أن يقاهم الشيء فيدخل الجنة وقد ترك البلاء وراء